ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتوفير الألات الحديثة والمتطورة في شركة دلمون للدواجن والتي دشرت المفرقة الجديدة لتحقيق هذا الهدف من المفرقة الحديثة والتي ترفع الطاقة الانتاجية من الصيصان المنتجة لشركة دلمون من 9 مليون صوص إلى 12 مليون صوص وبحد أقصى 14 مليون صوص بحد ذاته هذه إضافة إلى وتعزيز إلى ملف الأمن الغذائي التي تعمل حكومة البحرين وبرنامجها على تعزيز هذا الملف من خلال المشاريع الذات الانتاج وذات الإضافة في ملف الأمن الغذائي فاليوم احنا شهدنا هذه المفرقة الحديثة شهدنا هذه المفرقة التي طورت على مستويات والتي بنيت من خلال الشركات العالمية والتي هي ذات سمعة كبيرة هذه المشاريع كلها تنصب في إنتاج الدجاج اللاحم وتزويده في السوق المحلية اللي احنا نقدر نقوله يعني نغطي حوالي 40-45% من إنتاج من طاقة السوق يعني طاقة السوق تحتاج أكثر احنا طبعا هذه المفرقة اللي كلفت حوالي مليونين مليون وثمانمائة ألف دينار وبنت من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال وهي بيتر سام البلجيكية والطاقة بيكون حوالي 13 مليون صوص وإن شاء الله نأمل مستقبلا نرفعها إلى 14 مليون صوص وفي نفس الوقت إذا شفنا الحاجة أكثر خطوة حديثة اتخذتها الشركة للمساهمة في رفع الإنتاج من خلال مفرقة الصيصان الجديدة والتي ستكون لها مساهمة فاعلة في السوق المحلية بما تقدمه من إنتاج طازج ومحلي من الدجاج الطازج والمجمد وذلك بالتعاون مع مربيئ الدواجن البحرينيين هذا الشيء طيب ونحن نتمنى من المزيد من المشاريع ويعني هذه الخطوة صارت اليوم كيف يتفاعل بالخير وتكون مشاريع إن شاء الله قادمة تكون إن شاء الله أفضل ونتمنى تكون مشاريع الزراعية ومشاريع الثروة السمكية أخرى في هذه المجالات الحقيقة في البلد تكون اعتماداتي على الثروة الغدائية رفع إنتاج الصوص من عمر يوم واحد إلى 12 مليون صوص بالعام في الوقت الحالي مع إمكانية رفع الإنتاج ليصل إلى 14 مليون صوص بالعام في المستقبل سيلعب دورا كبيرا في ضخ السوق المحلي بالمزيد من الدجاج الطازج المحلي وذلك بعد البدء الفعلي بالعمل على المفرقة الجديدة التي تم إنشاؤها وفق أعلى معايير الجودة المهنية بإنتاج الدجاج اللاحم أربعة عقود من الزمن وهذه الشركة تحرص على تحقيق أمن غذائي نسبي للوفاء بمتطلبات السوق المحلية وها هي اليوم تنطلق نحو أثاق أرحب من خلال مضاعفة الإنتاج المحلي بعد افتتاح مفرقة الدواجن الجديدة فضلا عن تعاونها المستمر مع المربيين المحليين لتعزيز مبدأ الشراكات المجتمعية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين